الأرثوذكس هي أحد الكنائس الرئيسية الثلاث في المصرانية وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية الغربية بشكل نهائي عام 1054 وتمثلت في عدة كنائس مستقلة لا تعترف بسيادة بابا روما ويجمعهم الإيمان بأن الروح القدس منبثقة عن الأبي وحده وعلى خلاف بينهم في طبيعة المسيح وتدعى أرثوذكسية بمعنى مستقيمة معتقد مقابل الكنائس الأخرى ويتركز اتباعها في المشرق ولذا يطلق عليها الكنيسة الشرقية في نهاية القرن التاسع الميلادي وبالتحديد بعد انقضاء مجمع القسطنطينية الخامس عام 879 أصبح يمثل الأرثوذكسية كنيستان رئيسيتان الكنيسة الأرثوذكسية النصرية أو القبقية والمعروفة باسم الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية أو الإسكندرية والتي تؤمن بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وتضم كنائس الحبشة والسودان ويوافقها على ذلك كنائس الأرمن واليعقوبية ويدعي أصحابها أن مؤسسها مرقس الرسول عام 45 الكنيسة الأرثوذكسية أو كنيسة القسطنطينية والمعروفة باسم كنيسة الروم الأرثوذكسي أو الكنيسة الشرقية تخالف الكنيسة المصرية في طبيعة المسيح بينما توافق الكنيسة الكاثوليكية الغربية بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين ويجمعها مع الكنيسة المصرية الإيمان بانبثاق الروح القدس عن الأبي وحدة وتضم كنائس أرشليم واليونان وروسيا وأوروبا الشرقية ظهرت بوادر الانفصال المذهبي للكنيسة المصرية منذ أن جعل الإمبراطور ثيودوسيوس كنيسة القسطنطينية هي الكنيسة الرسمية للإمبراطورية الشرقية عام 381 وأن كنيسة الإسكندرية تليها في المرتبة مما دفع بطريارك الإسكندرية كيرلس عام 412 إلى تولي زعامة الشعب ضد الإمبراطور وعماله في مصر زادت هوة الفلاف بين الكنيستين على إثر إعلان نستور أسقف القسطنطينية مقالته التي تصد لها كيرلس بطريارك الإسكندرية في مجمع أفسس عام 431 والذي استطاع استصدار حكم ضد نستور باللعن والطرب بعث فلاف يانوس بطريارك القسطنطينية مقالة نستور مرة أخرى فتصد لها ديسكورس بطريارك الإسكندرية في مجمع أفسس عام 449 والذي لم يعترف به أسقف روما فعقد لذلك مجمع كليدونية عام 451 ليقرر لعنى ديسكورس ونفيه بل وتعين بطريارك ملكان خلفا له الأمر الذي دفع الكنيسة المصرية لإعلان عسيانها وعدم اعترافها بمجمع كليدونية عام 451 مما سبب عودة الاضطهاد مرة أخرى لحمل الكنيسة المصرية على اتباع عقيدة كنيسة القسطنطينية والتي توافقها عليها الكنيسة الغربية هكذا عاشت الكنيسة المصرية سلسلة من المنازعات حول تعيين الأسقف إلى أن تم الاتفاق عام 482 على أن يختار المصريون أسقفهم دون تدخل من الإمبراطور فكان هذا التاريخ يمثل بداية الانفصال الحقيقي عن كنيسة القسطنطينية سرعان ما عاد الاضطهاد مرة أخرى للكنيسة المصرية بعدما وله رقل مقوقس حكم مصر في محاولة منه لتوطيد أركان ملكه عن طريق توحيد عقيدة الإمبراطورية على مذهب الطبيعتين فلم يلبث المقوقس في إنفاذ ذلك مستخدماً الترغيب تارة والترهيب والعذاب والتنكيل تارة أخرى مما دفع بطريارك الكنيسة المصرية بن يمين للهروب إلى الصحراء وأن يكتب إلى جميع أساقفته باللجوء إلى الجبال والبرار فراراً بعقيدتهم ما أن ظهرت بشائر الفتح الإسلامي منطلقة من الجزيرة العربية حتى رحبت بها الكنيسة المصرية للتخلص من ظلم والطهاد إخوانهم نصارى الإمبراطورية البيزنطية وما أن وطئ الطلائع الفتح الإسلامي أرض مصر بقيادة عمرو بن العص حتى أعيد بن يمين بطريارك الكنيسة المصرية إلى كرسية واجتمع به ابن العاص ووافقه على ما أداه من مقترحات لحفظ كيان الكنيسة كما وافقه على تشييد ما دعت إليه الحاجة من الكنائس وتجديد إصلاح البعض الآخر تأثر الكثير من النصارى المصريين بعدالة الإسلام وسماحة مبادئه حيث ترك لهم حق الاعتقاد وحرية ممارسة العبادة والشعائر الخاصة بهم كما سمح لهم بالمشاركة في بعض وظائف الدولة مما فتح قلوبهم لقبول الحق والدخول في دين الإسلام أفواجا وبذلك صارت اللغة العربية اللغتهم ولغة البلاد وأصبح منهم العلماء والقادة فيما بعد رغم ذلك لم يهدل لكنيسة روما بال عن فرض سيادتها على كنائس الشرق مستخدمة في ذلك أساليب الحرب والقوة تارة والدبلوماسية والمفاوضات تارة أخرى ففي سنة 1219 قامت الحملة الصليبية الخامسة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا في محاولة لإخضاع الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية لمذهب الكنيسة الغربية الكاثوليكية وقد تمكنت في بادئ الأمر من احتلال مدينة دينياط وفرض بطريارك كاثوليكي عليها ليمثل أول وجود كاثوليكي في مصر فما أنهب المسلمون لصد العدوان حتى انهزمت الحملة وأسر قائدها وبذلك باءت مخططاتها بالفشل وفي سنة 1769 أعادت الكنيسة الغربية الكرة ولكن هذه المرة عن طريق المفاوضات والمصالحة وعرض انضمام الكنيسة المصرية إليها ليقابلها بطرياركو الكنيسة المصرية يؤانس الثامن عشر بالرفض بدأت بوادر حركة إصلاح وتطوير الكنيسة المصرية في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وبخاصة في عهد البطريارك كيرليس الرابع أبو الإصلاح كما يسميه أتباع الكنيسة لإدخاله العديد من الإصلاحات لمواجهة نشاط الإرساليات الكاثوليكية والبروتستنتية التي زاد نشاطها واستطاعت تأسيس مراكز للدعوة إلى مذاهبهم في صعيد مصر بوجه خاص وكانت استجابة بعض الأرثوذكس لهم دافعا للقيام بهذه الإصلاحات وافتتاح مدارس للبنين والبنات وإنشاء المدرسة البطرياركية بالإضافة إلى إدخال أول مطبعة إلى مصر وبأسلوب آخر تصد البطريارك بيمتيوس الثاني للتبشير الكاثوليكي والبروتستنتي في مصر بإصدار قرارات الحرمان ضد المرسلين الأمريكيين ومن يتصل بهم من الأقضاء ازدادت حملة الكنيسة المصرية ضراوة ضد إرساليات الكنائس الغربية في مصر في عهد البطريارك كيرليس الخامس حيث أغلق مدارسهم وأصدر قرارات تعتبر هذه الكنائس وإرساليتها وتابعيها ومن ينضم إليها من الأقضاء مهرتقين ولم يفلح تدخل القنصل الأمريكي وليام تاير والمنصر جون هوم في إقناع البطريارك من أن نشاطهم غير موجه ضد الأرثوذكس يعد حبيب جيرجيس من أبرز رواد الإصلاح والتطوير في الكنيسة المصرية حيث أنشأ مدارس الأحد والمدرسة الإكليريكية وساهم في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي توسعت بعده إلى حد كبير فظهرت المجلات والجرائد المصرانية كما أنشأ العديد من المدارس والمكتبات ودور النشر التي تهتم بنشر التعاليم المصرانية بين المسلمين وازدادت تبعا لذلك عدد المؤسسات الاجتماعية المختلفة التي تخدم الأرثوذكس كل هذا بغية التصدي للإرساليات التبشيرية الغربية لكن هذا الموقف الرافض للتعاون أو القبول بوجود الكنائس الغربية بين الأرثوذكسية تغير بشكل ملحوظ أيام الاحتلال الإنبليزي لمصر الذي ساعد وشجع هذا الاتجاه بما أثاره في نفوس الأقباط من أن أرض مصر المسلمة أرض مصرانية وأن المسلمين دخلاء يجب طردهم وشجع حبيب جيرجيس على رفع شعار الأمة القبقية مقابل الأمة الإسلامية وفي عهد الخديوي إسماعيل دخل عدد كبير من الأرثوذكس القضاء والمجالس النيابية وكلفوا بالخدمة العسكرية وظهرت في الساحة السياسية أسماء كبيرة متعاونة مع الاستعمار الإنبليزي مثل بطرس باشا غالي ويوسف باشا سليمان بعد مؤتمر 1910 والذي انعقد بمناسبة مقتل بطرس باشا غالي زاد نفوذهم السياسي وبخاصة بعد انضمامهم إلى حزب الوفد وتولي مكرم عبيد منصب نائب رئيس الحزب في عهد البطرياركي يوسف الثاني أصدر القص إبراهيم لوقة مجلة اليقظة للدعوة إلى تقارب الكنيستين البروتستنتية والقبقية كما دعا إلى أن الوقت قد حان لأن يتبادل قسيس الطوائف المصرانية المختلفة الوعظة في كنائس بعضهم البعض في عام 1921 عقد مؤتمر حلوان لعموم الكنائس الشرقية والغربية بهدف توحيد جهود الكنائس لتنصير المسلمين لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الكنيسة المصرية وإمعانا في التقارب انضمت الكنيسة المصرية إلى عضوية مجلس الكنائس العالمي الذي أنشئ عام 1946 وفي عام 1952 عاد الأقباط مرة أخرى إلى الانزواء داخل الكنيسة لخوفهم من حكومة جمال عبد الناصر ومن ثم هاجر الكثير منهم إلى أوروبا وأمريكا مما كان لذلك أكبر الأثر في تحويل الرأي العام الغربي نحو الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ومساندتها وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة المصرية لتحقيق مركز ديني وسياسي واجتماعي متميز للأقباط في مصر وفي هذه الأثناء أعلن إبراهيم فهم المحامي أحد خريجي مدارس الأحد تأسيس جماعة الأمة القبطية وأنشأ لها فروعا على مستوى محافظات مصر وقد دعا إلى إحياء مفهوم الأمة القبطية من خلال التمسك بالعادات والتقاليد الكنسية وبإحياء اللغة القبطية واستخدام التقويم القبطي وكذلك بإصدار الجرائد والمجلات التي تهتم بالأقلية القبطية وهكذا تطور معه الأمر إلى أن أعلن بيانا يطالب فيه بالحكم الذاتي لأقباط مصر في عام 1954 قامت جماعة الأمة القبطية باختطاف البطريارك يوسف الثاني وإجباره على توقيع وثيقة تنازل عن كرسي البابوية ودعوة المجمع المقدس للانعقاد ووضع وثيقة جديدة لانتخاب البطريارك تشارك فيها كل الطوائف المصرانية لذلك ألقت الحكومة المصرية القبض على زعيم الجماعة واعتقلت أفرادها ثم قامت بحلها وإعادة البطريارك إلى كرسيه خطى البطريارك كيرليس السادس خطوات جديدة نحو تطوير الكنيسة حيث أنشأ العديد من الأسقفيات منها أسقفيات الخدمات ومهمتها العلاقات الخارجية والاتصال بالكنائس الأخرى سواء كانت الكنائس الغربية ومؤسساتها أو بالكنائس القبطية خارج مصر وأسقفية للخدمات والشؤون المالية ومهمتها جلب فرص العمل للأقباط والحصول على توكيلات أكبر البنوك والشركات في العالم وأسقفية البحث العلمي ومهمتها إنشاء معهد عال للدراسات القبطية وإصدار طبعات جديدة للكتاب المقدس ووضع دائرة معارف قبطية كما أنشأ أسقفية للتربية الكنسية ومهمتها الإشراف على كليات اللهوت ومدارس الأحد وجميع شؤون التعليم والتربية الكنسية واستغلالا للثقل الدولي للكنيسة بعد انضمامها إلى مجلس الكنائس العالمي ومجلس الكنائس العالمية في إفريقيا وتعاونها مع مجلس كنائس أمريكا زاد الضغط على الحكومة لإلغاء النظام الهوميوني الذي أصدرته الدولة العثمانية في عام 1856 كنظام إصلاحي لتنظيم بناء وترميم الكنائس المصرانية داخل الدولة وبالفعل تمت الاستجابة لمطلبهم وأنشأت العديد من الكنائس منها كاتد رائية القدس مرقص بميدان العباسية بالقاهرة عام 1967 وتم إصلاح الأديرة وتعميرها وتحويلها من أماكن للعبادة إلى مراكز تاجية ومراكز اتصالات واسعة ومؤثرة على شؤون الكنيسة مستخدمة في ذلك الدعم السخي والأموال الطائلة من الكنائس الغربية والقطية في الخارج في عام 1971 تولى البابا شنود الثالث رئاسة الكنيسة المصرية وكان قد تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة والتحق بالقوات المسلحة كضابط احتياط ثم عمل صحفيا وكاتبا وشاعرا وتسمى بعد ترهنه باسم شنودة الثالث وللأبي شنودة درس أسبوعي ظل محافظا على إلقائه في كاتد رائية العباسية منذ افتتاحها مما كان لدرسه هذا الأثر الكبير في تكوين وانتشار الأسر الدينية المصرانية في أروقة الجامعة المصرية المختلفة في عهده زاد التوجه السياسي للكنيسة المصرية وتقديم مفهوم جديد للنصرانية على أنها دين ودولة مستخدما في ذلك سياسة الانتشار الدولي والتقارب مع الكنائس الغربية ومؤسساتها لدعم السياسات الداخلية للكنيسة وتحقيق أغراضها كما أعلن عن تنظيمات جديدة للكنيسة ودعا إلى تطوير الكلية الإكليريكية وإعادة الكنيسة إلى مكانتها العالمية فزاد اهتمامه بإنشاء الكنائس في الخارج وعين لها الأساقفة من أجل ذلك تعددت جولاته ولقاءاته ومن أبرز هذه اللقاءات لقاؤه بباب الفتيكاني بولوس السادس عام 1973 الذي تمت فيه المصالحة بين الكنيسة الكاثوليكية الغربية والكنيسة المصرية الأرثوذكسية وتوقيعه وثيقة رفع الحرم المتبادل بين كنيسته والكنائس الأرثوذكسية الكلدونية في عام 1990 وكانت زيارته لرئيس أمريكا كارتر عام 1977 الأثر السياسي والديني الكبير على الكنيسة المصرية تحت رئاسة وإشراف الباب شنودة تعددت الاجتماعات ذات الصبغة الدينية والسياسية التي تطالب بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية في مصر دورا فاعلا في السياسة وأن يكون لها نصيبها من المناصب الوزارية كما دعت الحكومة المصرية إلى التخلي عن فكرة تطبيق الشريعة في الإسلامية والموافقة على إنشاء جامعة للأقباط على غرار جامعة الأزهر ومن أشهر هذه الاجتماعات اجتماع الكنيسة المرقصية بالإسكندرية عام 1973 واجتماع الإسكندرية عام 1977 واجتماع تدريب مدرسي ومدرسات وخدام الدين النصراني في كنيسة مارجيرجيس عام 1977 كما اهتم بزيادة عدد الأبروشيات حيث ارتفعت إلى 53 أبروشية بدلا من 23 وبالتالي زاد عدد الأساقفة إلى 62 أسقفا وزادت في عهده أيضا وبشكل ملحوظ للنشرات والكتب وحملات التنصير مما أشعل المواجهات بين المسلمين والنصارى فيما عرف بأحداث الفتنة الطائفية الأمر الذي دعى الرئيس السادات إلى عزله ونفيه في دير وادي المطرون وقد أفرج عنه وعد إلى كرسيه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك نتيجة للمنح الجديد للكنيسة المصرية في عهد البابا شنودة الثالث ظهرت داخل الكنيسة اتجاهات أخرى تعارضه ويمكن تقسيم اتجاهات الكنيسة في عهده إلى اتجاه علماني يؤكد انفصال الدين عن الدولة في المصرانية ويرى أن الكنيسة في هذا العصر خرجت على المصرانية الصحيحة لخلطها بين الدين والدولة كما يطالب بأهمية قيام الكنيسة بواجبها الديني وابتعادها عن السياسة ومن أبرز ممثلي هذا الطيار المهندس ميلاد حن الخبير الإسكاني وأحد رموز الحركة اليسارية في مصر اتجاه معزالي كنسي يدعو إلى تبني الكنيسة للخطاب الديني المحد ويتجه إلى إصلاح الأديرة وتطويرها ويمثله الأبمت المسكين واسمه يوسف اسكندر اتجاه روحي معزالي يدعو إلى تكفير كل من يخالفه من المسلمين والأقضاط على حد سواء مستخدما في محاربتهم الحرب الروحية بصراع الأرواح الشريرة كما يدعو إلى محاربة التلفزيون كأحد أساليب مملكة الشر وإلى مواجهة المجتمع والدولة مواجهة علنية سواء كانوا مسلمين أو نصارى وإلى هذا الاتجاه تنسب الحوادث الأخيرة من إغماء الفتيات المسلمات في شوارع مصر ويمثل هذا التيار الأبي دانيال البراموسي خريج كلية الهندسة وصاحب النشاط المؤثر بين الشباب المصراني في صعيد مصر خاصة والقمص زكريا بطروس كاهن كنيسة مرجرجس بمصر الجديدة الذي أبعد عن منصبه وحرم من الوعظ لمهاجمته الدولة ودعوته لتنصير المسلمين بشكل علني اتجاه شمولي يرى أن الكنيسة مؤسسة شاملة مكلفة بأن تقدم الحلول لكل المشكلات والأجوبة لكل الأسئلة المتصلة بالدين والدنيا ويمثله البابا شنودة الثالث والأنبا بريبوريوس أسقف البحث العلمي اتجاه توفيقي يرى أن الكنيسة دورا دينيا ذا بعد وطني يحتم عليها أداء أدوار وطنية محددة مثل الوقوف في وجه المستعمر مع البعد عن الأمور السياسية ويمثله المفكر القانوني وليام سليمان قلادة رغم الانفصال المذهبي للكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية تحت اسم كنيسة الروم الأرثوذكس أو الكنيسة الشرقية برئاسة بطريارك القسطنطينية إلا أنها خضعت إداريا للكنيسة الغربية تحت رئاسة بابا روما حتى الانفصال النهائي عام 1054 توسعت الكنيسة البيزنطية في القرن التاسع في أوروبا الشرقية فأسست في بلغاريا كنيسة وأصبحت مصرانية الدين الرسمية للدولة بعدما أجبر الحاكم البلغاري بوريس الأول على قبول المعمودية من الإرساليات التبشيرية عمل خليفته القيصر سيمون على حماية الكنيسة وجعل اللغة السلافية اللغة الطقوس الكنيسية بدلا من اليونانية وفي عهده استقلت الكنيسة البلغارية في بطرياركية مستقلة أثناء حكم الإمبراطور باسل الثاني توطدت دعائم الكنيسة الأرثوذكسية السلافية على يد مبشر الدولة البيزنطية مثل القديسان كيرلس وميثيوديوس ولذلك حيكت ضد الإمبراطور المؤامرات مما اضطره إلى الاستعانة بأمير كييف فلاديمير للتصدي لها فكان ذلك سببا في اعتناق فلاديمير المصرانية على المذهب الأرثوذكسي عام 1990 لتنضم روسيا إلى الكنيسة الأرثوذكسية وتصبح كنيستها أحد فروع الكنيسة اليونانية في الفترة ما بين القرنين العاشر والخامس عشر ظهرت داخل الأرثوذكسية فرقة البوجوميلي نسبة إلى مؤسسها القص بوجوميل على أنها حركة سلافية تهدف إلى الإصلاح باسم الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية ولذلك فإنها تؤمن بأن العالم المرئي مملوء بالشر كما تعارض عقيدة التجسد المصرانية من جانبها المادي وترفض التعميد وتحتقر الصليب والمعجزات والكنائس الضخمة ونظام الكهنة وسرعان منتشرت في البلدان الخاضعة للإمبراطورية البيزنطية مما أدى إلى الحكم بهرطقتها وإنزال العذاب الشديد بأتباعها وحرق قائدهم في القسطنطينية أمام الجماهير الحاشدة أراد ميخايل كيرولاريوس بطريارك القسطنطينية عام 1953 الانفصال النهائي عن سلطة الكنيسة الغربية ليصبح إمبراطورا وبطرياركا مساويا لبابا روما فاستغل الاضطراب السياسي في الإمبراطورية البيزنطية وأعلن أن البابوية في روما أصبحت رعوبة في يد رجال الدولة الغربية وأن تقاليد الكنيسة الغربية فيها كفر ومخالفة للتعليم المصرانية الأولى فتصدى له بابا روما ليو التاسع وقضى على حركته باستمالة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين التاسع إلى جانب دعواه بأحقية سيادة الكنيسة الغربية على الكنيسة الشرقية ما لبث أن توفي بابا روما ليو التاسع عام الف وخمس واربعين حتى استغل بطريارك القسطنطينية الفرصة السانحة ليجمع حول دعوى لانفصال رجال الكنيسة الشرقية مرة أخرى حيث خضع لرأيهم الإمبراطورة وأعلن رسميا استقلال الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية لتصبح كنيسة أجا صوفيا التي أعاد بناءها الإمبراطورة جستنيان في القرن السادس مركزا للحياة الدينية في الكنيسة الأرثوذكسية في عهد البابا أنورت الثالث انطلقت الحملة الصليبية الرابعة لاحتلال القسطنطينية والقضاء على كنيستها ولتحقيق وحدة الكنيسة المسيحية على مذهب روما الكاثوليكي دخلت الحملة الصليبية الرابعة القسطنطينية عام 1204 فلم تترك فيها حرمة إلا انتهكتها ولا ديرا ولا كنيسة إلا خربتها بعد نهب ما فيها من تحف وثروات ولما استقر لهم الأمر ودانت لهم الإمبراطورية تم تقسيمها وعاصمتها على زعماء الحملة وانتخب بلدوين ديف لاندرز إمبراطورا للإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية وتعين البطريارك الكاثوليكي توماس مورسيني بطرياركا لكنيستها مما زاد من حنق ونفور البيزنطيين من الغرب وكنيسته بعد عودة كنيسة القسطنطينية إلى سيادة الإمبراطورية البيزنطية قامت محاولات عديدة لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية خلال الفترة من منتصف القرن الثالث عشر حتى بدايات القرن الخامس عشر الميلادي من أهم هذه المحاولات ما قام به الإمبراطور البيزنطي ميخائل الثامن بالتعاون مع بابا روما نيقول الثالث لكنها باءت بالفشل للمعارضة الشديدة من بطريارك القسطنطينية الذي أصدر قرارا بحرمان الإمبراطور ميخائل الثامن وأيده على ذلك بابا روما مارتل الرابع بقرار حرمان آخر للإمبراطور محاولة أخرى قام بها الإمبراطور البيزنطي ميكل فليولاتوس أثناء مواجهته لملك سقلية شارل أونجو حيث أرسل اعترافا إلى البابا جورج العاشر بسيادة الكنيسة الغربية وبذلك نجح الإمبراطور في فرض بطريارك كاثوليكي شرقي يدعى جون بيكوس على رئاسة كنيسة القسطنطينية وما إن مات الإمبراطور حتى رفض المجلس الأرثوذكسي هذا الاعتراف ومن آخر محاولات التوحيد في تلك الفترة ما قام به المجمع الذي عقد في فلورانس امتدادا لمجمع بال لمواجهة نشاط العسكرية الإسلامية التي طوقت القسطنطينية وقد نجح هذا المجمع أن يقبل الأرثوذكس معظم النقاط التي عرضها الإمبراطور جون الثامن ورغم توقيع الإمبراطور البيزنطي حن السادس عليها إلا أنها تعرضت لمعارضة شديدة من الشعب وخدام كنيسة القسطنطينية بالإضافة إلى معارضة بطاركة كنائس الإسكندرية وأنطاقية والبيت المقدس في منتصف القرن التاسع عشر ارتفعت من جديد النداءات الاتحاد بين الكنيستين ففي عام 1848 وجه البابا بيوس التاسع نداءه إلى الكنائس الشرقية للاتحاد مع كنيسة روما إلا أنه رفض كما رفض غيره من قبل في عهد الأمير إيفان الأول أصبحت موسكو المركز الروحي لروسيا بانتقال رئيس أساقفة روسيا من كييف إلى موسكو تمتعت كنيسة روسيا بحماية ملوك الماغول وعدم تدخلهم في سياستها مما ضاعف من نفوذها وثرواتها في مايو 1453 فتحت جيوش السلطان العثماني محمد الفاتح مدينة القسطنطينية فأمن أهلها ومنحهم حق الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر والعبادات الخاصة بهم وأعلن الكثير منهم إسلامهم ومن ثم أمر بتحويل كنيسة أجا صوفيا إلى مسجد في الوقت نفسه اجتمع مع الأساقفة وأمر بتنصيب بطريارك جديد فانتخبوا جليارنوس الذي استقبله السلطان محمد الفاتح بحفاوة وإكرام كبير جعل السلطان بطريارك القسطنطينية رئيس النصاري الديني والمدني وجرى تقسيم الكنيسة الأرثوذكسية البلقانية إلى وحدات قومية فأصبحت القسطنطينية مركزا لليونان وأصبح للصرب بطرياركا خاصا بيوغوسلافيا وللبلغار المطرانيتهم في أهريب أما سكان رومانيا فكان لهم مؤسسات دينية مشابهة وعهدت الحكومة العثمانية للكنيسة بسلطة إدارة العديد من الوظائف والمهام الدينية والمدنية وبذلك أصبحت الكنيسة جزءا من الجهاز الحكومي وهكذا مارس بطرياركا القسطنطينية سلطات أوسع من السلطات التي كانت مخولة له في الدولة البيزنطية وجرت أعيادهم وعبادتهم بحرية أوسع تحت حماية الدولة العثمانية استقلت الكنيسة الروسية ببطرياركية عام 1588 وأبطلت سيادة كنيسة القسطنطينية عليها بعد فرار البطريارك اليوناني من القسطنطينية إلى موسكو وفي عام 1589 عين الإمبراطور فيود الأول أول بطريارك روسي وحمل بطاركة الشرق على الاعتراف به عام 1593 أصبحت الكنيسة الروسية ذات أهمية خاصة بعد سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين عام 1453 فقد اعتبرت نفسها المركز الحقيقي والحامية للأرثوذكسية الصحيحة وبذلك أصبحت روما الثالثة يقول الراهب فاليوثيوس لقد سقطت روما والقسطنطينية وهذه روما الثالثة ولن يكون هناك روما رابعة في أثناء حكم نيكون انقسمت الكنيسة الروسية نتيجة لاقتراح نيكون بضرورة أن تتطابق الكنيسة الروسية في أفكارها ومعتقداتها مع الكنيسة الإغريقية ألغى بيتر العظيم عام 1721 البطرياركية الروسية وتبنى المذهب البروتستانتي ألغى الإمبراطور بطرس الأكبر البطرياركية الروسية مرة ثانية وتولى مجمع السينوس المقدسة إدارة الكنيسة في المسائل الدينية محتفظا لنفسه وخلفائه برئاستها في عام 1744 أصدرت بطرياركية الكنيسة في القسطنطينية مرسوما بتحريم المسونية والانتساب إليها وفي أيام الإمبراطورة كاترين استولت الحكومة على أملاك الكنيسة الروسية واحتفظت لنفسها بأمر تعليم الكهنة وتعينهم وقد استمر أثر هذه الإجراءات حتى عام 1917 حيث الثورة البلشفية التي أدخلت المصرانية في روسيا في مرحلة جديدة منفصلة بذلك عن الكنائس الأخرى وانتخب أول بطريارك لها أثناء الحرب العالمية الثانية وبالتالي أصبحت تعلن ولاءها للحكومات الشيوعية وتؤكد سياستها ضد الغرب استقلت الكنيسة اليونانية في عام 1833 عن كنيسة القسطنطينية ظهرت في بلغاريا حركة تعمل على إصلاح الكنيسة البلغارية برئاسة الأبي بوزقيلي بعد أن عينت الحكومة العثمانية أساقفة غير بلغار على الكنيسة البلغارية وفي عام 1860 أعلن الإصقف غيلات بون بوليسك استقلال الكنيسة البلغارية ووافقت السلطات العثمانية على ذلك وأنشأت لهم كنيسة خاصة في اسطنبول تحت رئاسة مطرن وردا على ذلك عقد مجمع القسطنطينية عام 1873 بحضور بطاركة القسطنطينية وأنطاقية وأرشليمة والإسكندرية ليصدر قرارا بحرمان جميع النظام الكنسي البلغاري بعد سيادة الشيوعية في دول شرق أوروبا انضمت الكنيسة البلغارية والرومانية إلى الكنيسة الروسية مرة أخرى استقلت الكنيسة الأرثوذكسية اليابانية عام 1939 عن الكنيسة الروسية التي ظلت تابعة لها منذ تأسيسها عام 1860 على يد إرسالية أرثوذكسية روسية تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية مثل باقي الكنائس الأخرى بإله واحد مثلث الأب والابن والروح القدس على حسب ما ورد في قانون الإيمان النقاوي كما تؤمن بربوبية وألوهية الرب والمسيح في آن واحد على أنهما من جوهر واحد ومشيئة واحدة ومتساويين في الأزلية لكن كنيسة أرشاليم الأرثوذكسية اليونانية ومن يتبعها تؤمن بأن المسيح له طبيعتان ومشيئتان موافقة لمجمع كليدونية يؤمن الأرثوذكس بالزيادة التي أضيفت على قانون الإيمان النقاوي في مجمع القسطنطينية عام 381 والتي تتضمن الإيمان بالروح القدس والمنبثق من الأب وحده فله طبيعته وجوهره وهو روح الرب وحياة الكون ومصدر الحكمة والبركة يعتقد الأرثوذكس الأقباط أن الأقانيم الثلاثة ما هي إلا خصائص للذات الإلهية الواحدة ومتساوية معه في الجوهر والأزلية ومنزهة عن التأليف والتركيب لكن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تعتبر أقنوم الإبن أقل من أقنوم الأبي في الدرجة ولذلك فهي عند اليونان مراحل انتقل فيها الرب إلى الإنسان الإيمان بتجسب الإله في السيد المسيح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم وذريته فيعتقدون أنه ولد من مريم وصلب ومات فداء لخطاياهم ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب ويحاسب الخلائق يوم الحشر الإيمان بأن السيدة مريم العذراء والدة الإله ولذا يوجبون تقديسها كما يقدسون القدسين والأيقونات غير المجسمة ويقدسون الصاليد ويتخذونه رمزا وشعارا تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالمجامع المسكونية السابقة على مجمع كليدونية بينما تؤمن الكنيسة اليونانية وكنيسة أرشاليم الأرثوذكسية بجميع المجامع السابقة على مجمع القسطنطينية الإيمان بنصوص الكتاب المقدس وبما يتضمنه من أسفار التوراة وأسفار الأنبياء بالإضافة إلى باقي الأسفار الأخرى ولكنها تستخدم في الطقوس الكنسية النموذج البروتستنتي الذي يشتمل على الأسفار الخمسة فقط كما تؤمن بنصوص العهد الجديد ورسائل الرسل على ما أقر في مجمع نيقية الأول تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية بالأسرار السبعة للكنيسة سر المعمودية وسر الميرون وسر القربان وسر الاعتراف وسر مسحة المرض وسر الزواج وسر الكهانوت يعتقد الأرثوذكس بوجوب سبع صلوات صلاة باكر وتقام في الفجر وصلاة الثالثة وتقام التاسعة صباحا وصلاة السادسة وتقام ظهرا وصلاة التاسعة وتقام الثالثة بعد الظهر وصلاة الغروب وصلاة النوم وصلاة نصف الليل والصلاة إما أن تكون فردية أو جماعية وهي عبارة عن دعاء بهيئة معينة ولا تستخدم الآلات الموسيقية في الترانيم الكنسية الصوم عندهم هو الانتناع عن الأكل حتى الغروب ولغير المستطيع أن يصوم على قدر طاقته ويعفى منه خمس فئات المريض والرجل الشيخ والمرأة العجوز والأطفال أقل من 12 سنة والمرأة الحامل والمرضع ويمكنهم أن يأكلوا تبعا لما رسمه لهم آباء الكنيسة بالامتناع عن اللحوم بأنواعها ومستخرجاتها ويقتصر على ما تنبت الأرض وأنواع الصوم عندهم سبعة الصوم الكبير السابق لعيد القيامة والصوم السابق لعيد الميلاد وصوم يونان وصوم الرسل بين عيد الخماسين وعيد الرسل وصوم السيدة العذراء وصوم البرمون وذلك على مدد متفاوتة لكل منها تنقسم الأعياد في الأرثوذكسية إلى أعياد كبرى وأعياد صغرى وللكنيسة المصرية أعياد خاصة بها مثل أعياد القديسين والشهداء تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد نيلاد السيد المسيح في اليوم السادس من شهر يناير الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة شعبية يقوم على رأسها البابا أو البطريارك ويرأس كل مجموعة كنائس بطرياركية في البلد أو الإقليم ويقوم بجانبها مجلس مقدس كالمجلس المالي في مصر الذي يضم مطارنة وعلمانيين وتشرف عليه الحكومة المصرية ويتكون التنظيم الكهانوتي للكنيسة من البطريارك ثم المطارنة ثم الأساقفة ثم القمامصة ثم القساوسة ثم الشمامصة ولا تعترف الكنيسة بسلطة بابا روما ولا بعصمته الرهبنة سبع مقامات روحية وتنقسم إلى نوعين رهبنة فردية ورهبنة ديرية تؤمن الأرثوذكسية مثل باقي الكنائس بعالمية مصرانية كما تؤمن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بضرورة بعث ميراث الكنيسة القبطية وإحياء القومية واللغة القبطية وينادي بطريارك الكنيسة الحالي شنودة الثالث بأن الكنيسة مؤسسة شاملة مكلفة بأن تقدم حلولا لكل المشكلات وأجوبة على كل الأسئلة المتصلة بالدنيا والدين ولذلك نشطت في عهده في التنصير وإقامة الكنائس في إفريقيا وغيرها يقبل زواج الكهنة إذا تزوجوا قبل الدخول في الرتب الكنسية ولا يسمح بزواج الكهنة بعد وفاة الزوجة الثانية ينتشر نفوذ الكنيسة المصرية في مصر حيث يبلغ إجمالي نصارى مصر بجميع مذاهبهم 6% من إجمالي السكان ويتبعها نصارى الحبشة والسودان حيث بها أقدم الكنائس التابعة لكنيسة الإسكندرية وفي العصر الحديث أسست الكنيسة المصرية عدة كنائس تابعة لها في كل من كينيا وليبيا والجزائر والكويت والعراق والإمارات والبحرين وبلاد الشام وفلسطين وكذلك في كندا وأستراليا وبعض دول أوروبا مثل النمسا وفرنسا تتفق كنيسة الأرمن مع الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في الأفكار والمعتقدات وإن كان لها ترتيب كنسي خاص بها اليعقوبية تتفق مع الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في الإيمان بالمذهب المونوفيزيتي في القول بالطبيعة الواحدة للمسيح ويتواجد معظم أتباعها في العراق بينما يقيم بطر ياركهم في حمص بسوريا اختلف أتباع المذهب الأرثوذكسي فيما بينهم في أصل العقيدة وقانون الإيمان ولذلك فإن الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية تفضلا عن الكنيسة الغربية الكاثوليكية تحكم بكفر وهرتقة الكنيسة المصرية كان للفلسفة الأفلاطونية الحديثة وللأفكار الغنوصية أثرها على عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية ظهرت القصوة والاضطهاد بين أبناء الملة الواحدة لمحاولة السيطرة وفرض مذاهبهم بالقوة مثل ما حدث بين أتباع الأرثوذكسية البيزنطية وبين أبناء الكنيسة المصرية من الاضطهاد والتعذيد وبين أتباع الكنائس الغربية تحالف النصارى الأرثوذكس مع الحملات الصليبية في سوريا ولبنان ومصر إبان الحملة الفرنسية والحملة الإنجليزية على مصر والشام وبرزت شخصيات مصرانية متعصبة ومتأثرة بالدعاية الغربية والتي أخذت تدعو في مصر إلى إحياء القومية واللغة القبطية وكذلك ظهر توجه سياسي للكنيسة القبطية ومحاولة للتأثير في السياسات الحكومية بما يوافق مصالحهم وخططهم مستخدمة في ذلك انتشار وزيادة نفوذ الكنيسة في داخل وخارج مصر واستغلت الكنيسة القبطية العلاقات الدولية والتجمعات القبطية في الخارج لتهيئة الرأي العام العالمي ضد المسلمين ولكسب المزيد من التعاطف الدولي لدعم قضاياهم الدينية والسياسية اهتمت الكنيسة المصرية بالحملات التنصيرية في داخل وخارج مصر مستخدمة في ذلك وسائل متعددة أما الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية فكانت جهودهم ضعيفة في هذا الجانب نظرا للتحجيم الشيوعي لدور الكنائس في روسيا ودول أوروبا الشرقية ترجمة نانسي قنقر